يعمل توكيل لابو اسماعيل هذا هو المشهد وهذا هو العنوان يا الله على هذه البلاد لكن فرجوا قريب والله فرجوا قريب ابتسم واتحك والتريأ زي ما حضرتك عايز لكن نهايته اقرب من شرق النعال وسيضرب بالنعال ولن يجد طريق للهروب وهيكون عبرة وآية ويشفي الله بها صدور شعب قهر والداس وافتقر وجاع كما لم يحدث منذ الشدة المستنصرية افتكرتها دعابة النهاردة لما الناس تلمت بالمقربصات وتخطفت من الشوارع كل غلبان حكيت لك الحكاية انتوا اللي حكيتوا الحكاية بالرسائلكم وفتحتوا عنينا منذ البداية الرسائل اللي بعتها لنا على الواتس ااب بقالي اكتر من السبعين اقولك فيه حمى توكيلات شغالة في تلك البلاد ايه المجرم عايز ايه المجرم يشعر بالقلق عايز يبقى مترشح من كل الحاجات توكيلات وحركات وكأنه هناك مرشحين وكأنه هناك انتخابات ويعيني على وضعك يا مصر في القاع بين الامم شايفين ملخص الاخبار بيح حصتك في فودافون بيح حصتك هناك اهالي الوراء وقفين عاملين وقفة عشان قفلين عليهم المعابر عشان عايز يبيع ارض الوراء المجرم بحة وعراها ملت لا دهر ولا دين ملت البلد بقت ملت وحسبي الله ونعم الوكيل النهاردة بنعمل البصلة على يمين ولقيته عنوان ولا اصعب ولا اكثر مرا من هذا العنوان ليعبر عن المشهد في بلادي البصلة على يمين بعد الوعد بالمن والسلوى وانهار العسل وخزائن علي بابا البصلة على يمين وتزامنا مع هذا المشهد اتعمى المؤتمر من الهيئة البنتنجانية لتعلن نفس الجودول اللي اتمسح من خبر اليوم السائع دعارة اعلامية من خمس تيام نفس الجدول عشان تعرف ان البلد زي ما قلت لحضرتك فيها اتنين ريموت اتنين ريموت عملوا مؤتمر وجابوا قال ايه صحفيين وبتاع وما عملوش اي مؤتمر صحفي لم يسمع لو لم يسمع لايبا هذا مني يسأل سؤال في المؤتمر قلت لك عملوا مؤتمر خمس تيام وفجأة بقى المؤتمر للخمس تيام عشان الاعلان عن هذا المؤتمر اللي اعلن الجدول الزمني اللي كانت علن من خمس تيام بس اتمسح بعديها عشان البلد فيها اتنين ريموت كنترول لأول مرة في العشر سنوات العصيبة الجدول الزمني هو نفس الجدول الزمني بالزبط اللي اعلن في اليوم السائع من خمس تيام واتمسح من على اليوم السائع وعلى المواقع اللي نشرته كلها فورا بعد ما نزل من خمس تيام اهو بص حضرائيك كم ده الهيئة الوطنية اللي انتخابات تعلن موعد اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة تاريخ ايه ده اللي موجود قدامك الهيئة الوطنية تعلن موعد انتخابات الرئاسية اه 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 المقبلة ده اه يعني اه 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 مش ممكن والله يوم الاربع كشفت الهيئة عن موعد اجراء البتاع ونفس اللي بتاع في ايه لازمتها انك تأخر الموضوع البلد فيها اتنين ريموت ايه ده انتوا ساعتوا الموعد من غير ما تقولوا لي لا امسح امسح بلد زي مصر شغلة بهذا الشكل اعلنوا التوقيتات وقعد يقول خطب عصماء وبعدها طلع بيان قال ايه بيفتحوا باب التأييد الشعبي للمرشحين على لسان اه رئيس المؤتمر لمؤخص قال لك النهاردة هنفتح باب التأييد الشعبي اه اه للمرشحين اللي قوة مش بكرة المؤتمر اتعمل اصلا بعد الظهر والتوكلات مفتوحة بدون ما يعلنوا يعني انا وريت لحضرتك سيل من الرسائل التوكلات الرئاسية التأييد يتم من خلال التقدم لاحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري او بمقار البعثات الدبلوماسية وفجأة ناس اتقى فجأت وهي اصلا مش عارفة ليه السبب الترشح تفتح امتى الشعب فوجي انت مش محتاج تعمل اي حاجة حضرتك احنا احنا بنعمل مكانك كل حاجة اخبار نزلة في كل المواقع ان الاف مؤلفة من الجماهير نزلت تعمل توكلات للسيسي اللي هي الخطة اللي قلتها لك بالحرف ده حققت بالحرف الاقبال كبير من المواطنين غلابة فكروني بالفيديو بتاع انبارها بتاع الست اللي بتقول لهم يلا بقى عايزك كارتون عايزا امشي اقبال كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقار سبحان الله يا اخي الحب يعمل اكتر من كده الحب اللي ساكن في قلوب الشعب للمجرم يعمل اكتر من كده كله كله اقبال كثيف بص حتى العنوان ببولا ابو العلا اللي عمل توكيل للسيسي قسما بالله الناس اتخطفت بالمقربصات الناس نزلت امتى المؤتمر خلص على العصر الساعة تلاتة ونص تقريبا بتوقيت مصر كان بيعلن الجدول تلاتة ونص وفجأة الناس كلها سبحان الله اللقطات اللي اتاخدت الاربع خمس لقطات اللي اتبعت هم اربع خمس لقطات وقعدوا يا بصة واحد ريك تلاتة اربعة وعشرين تلاتة اربعة وعشرين عصرا ماشي قعدوا بقى يقولوا ها جايس الاف مؤلفة ومعرفش ايه الارقام عندنا بلا حساب الورق ورقنا والمواقع مواقعنا اربعة تسعة وعشرين كانت الالاف المؤلفة وقفة قدام البتاع بغض النظر عن الالاف المؤلفة يعني اربعة اقل من ساعة كان الشعب شهدت عدة مناطق بالقاهرة اقبالا كثيفا لعمل توكيلات والناس اقتنع والمواقع عرفت ان هما جايين يعملوا توكيلات للرئيس عبد فتاح السيسي بالشهر العقار الناس مش قادرة تصبر ارجعلي بالله عليك الناس مش قادرة تصبر من الحب اللي مقطع بعضه قال لك لا ما نستناش الانتخابات احنا هنعمل توكيلات احنا احنا عايزين نعمل كل حاجة في ادنا عشان تكمل معنا يا رئيس عايزين نعمل كل حاجة في توكيلات احنا مش هننام لحد يوم الانتخابات احنا هننام قدام اللي جا الصور اقل ما يقال عنها انها كومودية سوداء لما الصور دي تبقى المصد كومودية سوداء عشري صاحب صاحبه انا مش عارف العشري صاحب صاحبه اصدوا انه صاحب ابراهيم الابيض البلطجي ولا ابراهيم العرجاني تاجر المخدرات بتاع الهاشة وعيادة اللي كان طالع في الفيلم ما عارفش يقصد ابراهيم الابيض اللي كان بيبثل دوره عمرو اكد صاحبه البلطجي ولا ابراهيم العرجاني انا مش عارف مين عشري صاحب صاحبه ده هو عايكون قصده على ان السيس إبراهيم لا بيض ده ايه الايام البيضة ده ورغم ترويج ان الناس نزلت فجأة لوحدها كده سبحان الله بقولك الشعب ده الحب 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 يا عفاف العدد اللي صوروه ولموه وقلتلك من يومين تلاتة بيتلموا ازاي الناس الغلابة اللي اتخطفت في المقربصات من المادين يعني انت بتتفرق دلوقتي اكيد ليك حد تخطف في المقربص راح او الناس اللي بتاخد بتاعت حياة كريمة وياخدوا مساعدات الناس مش لايه يتاكل بيوعدوها بفلوس مقابل ان هم ما يعملوا كده حكيت لك القصة بالحرف المهم ان رغم كل ده قالك فيه مواطن هو اول واحد عمل التوكيل يعني انت عارف في مصر دقيقة او وسائل الاعلام دقيقة جدا عصام خليل يحرر اول توكيل رسمي لترشيح السيسي لرئاسة الجمهوري مين عصام خليل ده تلع رئيس حزب المصريين الاحرار احرار دي تبقى بنت خلتك حرر الدكتور عصام خليل ومؤسس الحملة الحزبية الشحبية الناس ده اللي بيجبوه منين يا جماعة الناس دي بتتجاب منين يا جماعة ماشي يا عصامة دي كتضميت للقافلة القصة حكيتهالك بالتفصيل قصة الفكرة المجنونة دي حكيتهالك بالتفصيل ليس عن علم لا والله دي حكاياتكم وتأكدكم عليها وتوتر تلك الحكايات الناس تقول له لا اللعبة دي زبالة لكنه مصمم افكرك للي ما كانش بيتفرج عنده فكرة مجنونة بتسيطر عليه وكل الاجهزة وكل اللي حواليه بيقولوله صعب جدا اللي انت عايز تعمله ده لكنه عايز يعمله عايز يعمل حاجة كده زي تمرد يقوله ان في خمسين مليون مصري راحوا عملوله توكيل وكل بتوع الاجهزة بيضربوا كف على كف ازاي ينفذ هذه الفكرة هو شايف ان تنفيذ هاد الفكرة جايز مع قليل من الفوضى لكن الاجهزة تصر ان لازم يحصل المشهد الانتخاب والسيسي مش عايز هاد المشهد السيسي بيحاول يلمها توكيل القصة بالملي والموضوع مفضوح والناس بيلموها بالعافية الرسائل بقى الواتس اب موقفش لم التوكيلات بالاكبار ونم الناس بالاكبار اقسم بالله انا من كرداسة خليين شاب لسه ماسك جمعية انصار السنة اسمه الشيخ محمد الشنتور بيلم البطاق قال ايه عشان بيوزح حلوة ملد النبي رغم انه من 15 يوم ما كانش بيد الايام يتم حقهم غير لما يطلع عينيه حاليا بيقول للناس يحملوا كشوب بالبطاقة عشان حلوة ملد النبي رغم انهم خايفين من بتوء كرداس عشان اكترنسة عدمت ظلم بتوء كرداس وشرطين على بتوء التموين لازم صورة البطاقة احنا فهمنا على طول النحوار انتخابات شمين ريحة رأس على اللي جاه الشعب خد خبرة كبيرة جدا في عشر سنوات والله يحدث الان في مصر كل اصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع يجمعون صور البطاق الشخصية طبعا للناس اللي بتسأل ليه قيلة لهم ليعتق صوتكم للسيسي وفي احيان يجمعون صور البطاق من العائلات في المنازل وبناء عليه تقدر تقول ان الانتخابات نتجتها ظهرت في الكونترول تقدر تقول ان الانتخابات نتجتها ظهرت في الكونترول حيث انهم من الان بصور هذه البطاق اعطوا صوتهم لبلحة حتى ولم يحضروا عرس الانتخابات الرئاسية المزورة قبل ان تبدأ ولله الامر من قبل ومن بعد الله غالب اكتب على هاشتاج اعمل توكيل لابو اسماعيل هو الهاشتاج راح فين ياولا الهاشتاج راح فين ياولا اتخطف هو كمان ولا ايه ياولا السادة الافاضي المدير المدارس الابتدائية مساندة مننا للقيادة السياسية وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ولدعم الاستقرار والامن نرجو من سيادتكم ان يذهب كل مدير ومهو العاملين بالمدرسة الى الشهر العقاري لعمل توكيلات لفخامة الرئيسين فتاح السيسي اعترافا منه بفضله في توفير الامن والاستقرار وحرصا على سلامة الوطن وتقدمه مهم جدا كله مديره معاه الادباع نهاردة والدتي كانت في الاسعاف محطة جمال عبد الناصر مباحس وقفوه وسألوها انت هنتخب مين يا حاجة في انتخابات الرئاسة ام ردت على الامن وقالت له هنتخب اللي خلى البصل تلاتين جنيه والطماطم خمسة وعشرين والزيد بخمسين بتقول للامن والشوح مر وقامت سايبها وماشية وقامت سايبها وماشية هتنتخب مين يا حاجة يا ابني هنتخب بتاع البصل يا حاجة اكتبوا بالله عليكم على هاشتاج يعملوا توقعين للامن يعني بما ان احنا شعب عاجز مش عيب يعني مش هنخب على بعض بان احنا عاجزين ومخطفين ومش عارفين نفتح بقنا وبنعيط وبنموت في صمت فيعني افتكروا الراجل ده ربنا يفك أسره اللي تنبأ بالمسرحية كلها اكتب من عز الدين في شير افتكروا الراجل ده وافتكروا اهالينا اللي في المعتقلات اكتر من مئة الف في اهالينا في المعتقلات عشان البلد تنجح وتفلح وهي فلحت اعمل توكيل لابو اسماعيل بالله عليه اعملها في تويتر مش كتير يعني مش كتير يعني بما انها عاملين حالة جميلة يعني كده فاعمل توكيل انت لابو اسماعيل بهاشتاج يعني ما جراش حاج ما جراش حاج الله يفك أسره ويفك أسر أسرانا بعز عزيز او دل دليل قولوا امين قصة مفضوحة وديكسة والشعب عارف اللعبة وبرضو مصرين عليها بالغباء الشعب بيصرخ من البلطاجة الشعب بيش لاقي ياكل ودول ما وراهم شلق الاتوات والنصب عليه ده رسالة من مواطن مصر بيحكي قصة الاتوات اللي بتحصل في المرور اتفرج وانت بتحمل توكيل لابو اسماعيل ها الحكومة ايه ها الحكومة ولادي الحكومة ايه ها الحكومة ايه عالبا بمية وسبعين جنيه مية وسبعين جنيه ولازم انت خودها فيها ايه تماما وقوينة بلاستيك اهو اهو اولا 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 فين اغلبنى سرعة جناه. بأكدرو دور سرعة جيني دور. مت practileally of cheapưởng and fastest دور. بباربنى تجيب العلبة ايه.اس comprise comparison. ب chị باربعين جنيه و دور بسبعين. ترات تعديدش معصبشة دور. هادي المرور اهو. مرور الاليوبية. اهو ده مرور القطمية هنا اهو. هو ده مرور القطمية. ام تلاقي لها ان الله وقف اه? ثلاث ساعات. طب اول ما مشيش اجر واحد بس. تعمل ايه? بتنضي. مرة تخش تفطر. وساب الناس دي كلها. من الساعة ستة ونص واحنا واقفين هنا. فيش خايدة خالص فيها. هادي مصر. تحية مصر فعلة. سبوها وهي تحية. بس انتو سبوها تحية. بس انتو سبوها تحية. فرضين اتوات على الناس المرور والناس كلها مصدومة. كل واحد متقلب في حاجة. كل البلد بتتقلب وتقلع عشان البشا يلبس. ملعون ابوها. حسبي الله ونعمة الوكيل. حسبي الله ونعمة الوكيل. كل الناس قلعت عشان المجرم وعياله تلبس. كل الناس قلعت. حرفيا مش مجازا. البلد قلعت. قلعت من كرمتها ومن اكلها ومن شربها ومن ميتها ومن غزها ومن احترامها. كل حاجة قلعتها البلد. المهم البشا يلبس. هو وعباس. لخايفين يروحوا امريكا لا يتقبض عليهم وخايفين ينزلوا لندن لا يتكلبشوا. تخيل وصلنا للحكاية دي. اعمل توكيل لابو اسماعيل. افكرك ببكر المعرض سليل المعرضين. ملعون ابوها اسرة. وهو بيقول لك بكل تأكيد الرئيس الجاي هو حازم ابو اسماعيل. ده بكري. اعمل توكيل لابو اسماعيل. فيه تعجدية اعمل توكيل. اعمل توكيل لابو اسماعيل. وبعد اتناشر سنة لو اتعملت الانتخابات النهاردة بجد هيبقى الرئيس ابو اسماعيل اللي لا كنت من درويشه ولا متابعينه ربنا يفك اسره هذا الرجل وكأنه يقرأ من كتاب مفتوح ما حدث في تلك البلاد حتى اللحظة. هذا الرجل هذا الجبل اللي خرجوه في المحكمة بحزاء مقطع. حازم ابو اسماعيل مسهل زيه زي باسم وزي علاعب فتاح وزي اهلي واهلك واهلها زي البلد كلها مخطوف. لو عملوها انتخابات النهاردة قسما بالله لا يكتسح. شوف. قالها بديع. اه والله العظيم قالها بديع. قال لك احنا محبوسين هنا عشان اسرائيل. عشان مخطط. كل المنطقة ركعت. مفضلش غير المحبوسين عند ابن سلمان واللي محبوسين عند السيسي اللي مقفول عليهم لاخر رمأ. عشان يركبوا اسرائيل التركيبة الاخيرة ولله الامر من قبلهم بعد. بكرة احكيها لك بالتفصيل. بص الناس بتزخر من الاتوات. هات ربعمية جنيه نظير مخالفة. ايوة بس دي مش صورة عربيتي. طب خلاص هات مت جنيه عشان تتظلم. يخرب بيوتكم. يخرب بيوتكم. الناس كانت بتترع على خلال ملوخية ولا عملها منين من المماليك. يا نهرة بيض. ده الوضع البائس. انتخابات وتوكلات. توكلات وانتخابات. رسالة من مواطن بيحكي قصة اللي اكبر على التوكلات انا. باشكر كل اللي بعته يعني مش والله الحلقة كتيرة جدا وعايز اوصل للنيل. عايز اوصل للنيل نشرب كلنا في اخر الحلقة. استاذ معتز في منطقة في حلوان اسمها الملجة. في عرب. في عرب. غني. غنيم. المباحث نزلت للمخازن بتاعة الخردة. وبيقولوا لهم عايزين من كل واحد عشر بطاق وكل بطاقة يدفع عليها امتين جنيه. للي جايب منه البطاقة. طب اللي مش هيجيب بطاق يدفع عشر تلاف جنيه للمباحث عشان يسيبوه. الناس لو رجالة محدش ينزل الانتخابات. مش عايز ارد. مش عايز ارد. عيب. والله بلدي مليانة رجال. لكن نعود بالله من قهر الرجال. بلد مصخرة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.